موسيقى رئيس مجلس النواب يبحث مع السفيرة الفرنسية تطورات الأوضاع على الساحتين الوطنية والإقليمية مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 25 مليون دولار ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 42 924 شهيد أغلبهم من الأطفال موسيقى من العناوين للتفاصيل أهلا بكم لنشرة الرئيسية من قناة عدن الفضائية التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني السفيرة الفرنسية لدى بلادنا كاترين كامون لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الوطنية والإقليمية والدور الداعم الذي يجب أن يقدمه المجتمعان الإقليمي والدولي لإحلال السلام ولدعم الاستقرار في اليمن وسعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصادقين وسوء تعزيزها وتطويرها وأهمية الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي خاصة في القطاعات الاقتصادية والتنموية وبناء القدرات في القطاعات الحيوية لتمكين الحكومة من رفع كفاءة ومستوى الأداء في المرافق والمؤسسات التي تسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة كما تطرق رئيس مجلس النواب لسمرار ميليشيا الحوث الإرهابية في مسارها المدمر وممارساتها الإرهابية للإمعان في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة عبر سهداف المنشآت الحيوية وأنشطة القطاع الخاص والحريات العامة وحصار المدن الأمر الذي يؤكد بصورة واضحة عدائيتها المتأصلة ضد شعبنا اليمني وعدم الاكتراث لهول الكارثة التي نفقد بسببها يوميا العديد من الأرواح مؤكدا أن الدولة المتمثلة بشرعية الدستورية والضامنة للحقوق والحريات وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل اليمن أكثر أمناً واستقراراً وحضوراً في محيطه الإقليمي والدولي إلى جانب دعم الأشقاء والأصدقاء معبراً عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة وخطط للسجابة الإنسانية من أجل إحلال السلام في اليمن بدورها أكدت السفيرة الفرنسية مواصلة بلادها لدعم جهود الشرعية الدستورية مجددة موقف بلادها على أمن والسقرار ووحدة اليمن وإنهاء الأزمة وأن ذلك يحظى باهتمام على أعلى المستويات في الإدارة الفرنسية مشيرة إلى أن زيارة سفراء دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً إلى العاصمة المواقعة عدن وتقديم أوراق اعتماد عدد منهم مؤشر يؤكد استمرار هذا الدعم والتعاون المشترك بالرغم من كل التحديات كما أكدت السفيرة الفرنسية على أهمية دور مجلس النواب مشيرة إلى أن هذه اللقاءات والحوارات تأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن حضر اللقاء عضو مجلس النواب محمد الحميري قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومعه رئيس جامعة المهرة دكتور أنور كريشات وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض بزيارة أسرة المرحوم علي محمد خودم محافظة المهرة الأسبق بمنزلهم في مدينة الغيظة وكان في الاستقبال الشيخ محمد خودم محمد والد المرحوم وأخيه خودم محمد خودم ورئيس الغرفة التجارية بالمهرة وأولاد المحافظ الأسبق زين العابدين وعبد الرحمن وخلال الزيارة نقل الإرياني تحيات فخامت الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإقوانه أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وتأكيد القيادة السياسية على الاهتمام بالشخصيات الوطنية الظليعة في العمل الوطني عنفانا وتقديرا لتلك الجهود وأجاد الإرياني بالأدوار الوطنية والمجتمعية التي قدمها المرحوم علي خودم في مختلف المجالات مترحما على المحافظ الأسبق الذي خلف بصمات واضحة وذكرى طيبة في المحافظة إبان إدارته لها منوها بما تحظى به أسرة خودم من احترام وتقدير كبيرين لجهودهم العظيمة من جانبه عبر الشيخ محمد خودم محمد عن سعادته الغامرة وتقديره هو وأسرته لهذه الزيارة التي تأتي تعبيرا من الدولة عن الوفاء والعرفان للمحافظ الأسبق وأسرته ومؤكدا مواصلة السير على نهج المرحوم الذي كان حريصا على توحيد الكلمة وتثبيت الأمن والاستقرار ونبذي الخلافات رافق الوزير أثناء الزيارة وكيلاء وزارة الثقافة محمد الشعبي والإعلام عبد الباصط القاعد والمدير التنفيذي لسندوق التراث وليد مهدي زار وزير الإعلام وثقافة والسياحة معمر لإرياني ومعه وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض ورئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كليشات الشخصية الوطنية والبرلمانية علي سالم باكريت عذو مجلس النواب دورة العام 1993 بمنزله في مدينة الغيظة ونقل الإرياني تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في سياق اهتمام الحكومة بالشخصيات السياسية والاجتماعية الوطنية التي لعبت دورا في المجال العام في مختلف المراحل هذا وعبر الوزير الإرياني عن سعادته لزيارة شخصية سياسية وثقافية بحجم باكريت الذي كان لها إسهاماته الوطنية والاجتماعية والثقافية علاوة على دوره البرلماني معربا عن الفخر والاعتزاز بزيارة الشخصيات الوطنية والتواصل معها وذلك وفاء لما قدمته في سبيل الوطن تعبرا عن وفاء الجيل للآباء الكبار الذين شاركوا في وضع مداميك اليمن الكبير من جهته عبر باكريت عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة مؤكدا على أن دور الشخصيات الفاعلة هو مراقبة أداء الحكومة ومؤسساتها بغرض التصويب والتقويم وبالشكل الذي يعينها على القيام بمسؤولياتها الكبيرة على أكمل وجه هذا ويعد باكريت من المناظرين القدامى وله صلاة بحركة القوميين العرب ثم الجبهة القومية وله مساهمة في الحركة الطلابية اليمنية شمالا وجنوبا وشغل عضوية أول مجلس للنواب بعد الوحدة ويحتفظ حتى اللحظة بعضوية اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني إلى ذلك قام الإرياني والجعفري وكليشات بزيارة الشخصية الثقافية والاشتماعية والكاتب سعد ماخبال كده ناقلا له تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء مشيدا بالأدوار الوطنية التي لعبها كده بخلال حياته العملية متمنيا له في الوقت ذاته مزيد من الصحة والعافية مثمنا اهتمام الشخصية الوطنية كده بالموروث الثقافي المهري وكده جهوده في الأعمال التي شغلها في مجال التربية والتعليم والمناصب التي تقلدها وآخرها مدير عام التخطيط وأبدال إرياني إعجابه بالثراء المعرفي لكده والذي عكسه التمثيل المشرف في العديد من المواقع والمناصب ممثلا لليمن إضافة إلى أبحاثه ومؤلفاته التي رفدت الحياة الثقافية والإعلامية من جانبه عبر مخبال عن ارتياحه لهذه اللفتة الطيبة من قبل الوزير الإرياني داعيا إلى المزيد من الاهتمام والوفاء للجنود المجهولين الذين يبدلون جهودا عظيمة وتضحيات وطنية كبيرة بدون مقابل في العديد من المجالات وكثير من المشاريع والمبادرات الشعبية كما وجه كداء تقدير لسلطة المحلية بالمحافظة وما تبدله من جهود في مختلف المجالات شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي الدكتور واعد باذيب في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس البنك الدولي إيجاي بانجا في العصمة الأمريكية واشنطن وفي الافتتاح كداء باذيب في مداخلته على ضرورة تبني نهج موحد لمجموعة البنك الدولي مع التركيز على أجدة الوظائف والتحول الاقتصادي خاصة البلدان التي تعاني من الهشاشة والصراع مثل اليمن مثمنا جهود قيادة البنك الدولي في تحقيق تجديد طموح لموارد المؤسسة الدولية للتنمية الحادية والعشرين والتي يمول من خلالها جميع المناحة المقدمة من البنك لليمن وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الوقت قد حان لإطلاق سندوق متعدد المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في اليمن مرحبا بالتمثيل الموحد لمؤسسات مجموعة البنك الدولي في اليمن وزيادة مستوى مشاركات وبعتات المجموعة إلى عدن مؤكدا استعداد الحكومة لتسهيل تحركات البعتات القطاعية حضر الإجتماع رئيس الجهاز التنفيذي لتسريع السعة بتعاهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات الدكتورة أفراح الزوبة شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبد الله باذيب ومحافظة البنك المركزي أحمد غالب المعبقي في الجلسة العمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن وناقشت الجلسة بمشاركة محافظي البنك والصندوق من الدول الأعضاء جهود المؤسستين الدوليتين لمساعدة البلدان منخفضة الدخل في مكافحة الفقر إضافة إلى مساعي البنك لدعم البلدان النامية في تعزيز الوظائف والبنية التحتية ومساعدتها على بناء تعاف قادر على الصمود وشامل للجميع وستعرض رئيس مجموعة البنك الدولي إيجاي بانك ومدير الصندوق النقد الدولي كريستالينا جورغيفا الإمكانيات والتدابير الممكن اتخاذها للإسهام في إنهاء الفقر ومواجهة التحديات العالمية التقى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي المبعوث الأمريكي إلى بلادنا تيم ليندر كينغ وستعرض محافظ البنك للعكاسات السلبية للأحداث الجارية في المنطقة والعالم على الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتي تعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحرب التي فجرتها الميليشة الحوثية الإرهابية منذ عشر سنوات والتي تضاعفت تأثيراتها بمهاجمة مرافق ونقلات النفط وتوقف التصدير وحرمان اليمن من أهم مواردها وتطرق المعبقي إلى تأثيرات التطورات في البحر الأحمر وانعكاساتها على تكلفة النقل والتأمين ما خلق أوضاعا اقتصادية وإنسانية صعبة وغير قابلة للإستمرار في ظل تقاعس لمجتمع الدولي عن القيام بواجبه والوفاة بالتزاماته وانعدام أي آفاق للسلام بسبب تعنت الميليشة الحوثية من جانبه عبر المبعوث الأمريكي عن تفاهمه للأوضاع والصعوبات التي تعاني منها اليمن مؤكداً استمرار الدعم للشعب اليمني واليمن بشيراً إلى الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي وضرورة دعمها بما يمكنه من ممارسة وظائفه والقيام بواجباته خدمة للشعب اليمني وتعزيز آليات اندماج القطاع المالي والمصرفي اليمني بالنظام المالي الأقليمي والدولي حضر اللقاء سفير بلادنا لدى واشنطن محمد الحضرمي أوكلاء البنك المركزي لقطاعي الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية بحث محافظ البنك المركزي أحمد غالب مع بعثة البنك الفيدرالي الأمريكي علاقات التعاون وسبل تعزيزها وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لسندوق النقد والبنك الدوليين عشرين أربعة وعشرين ميلادية والمنعقدة حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن وتطرق اللقاء إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الفيدرالي الأمريكي للبنك المركزي اليمني والمساعدة في بناء قدرات موظفيه في مختلف الوظائف بما يمكنه من مرسة مهامه بمهنية عالية وخدمة الجهاز المصرفي لليمني في لقاء آخر ناقش محافظ البنك المركزي مع فريق الخزانة الأمريكية التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترقية عمل القطاع المصرفي وتعزيز قدرات البنك المركزي في الرقابة والإشراف على البنوك بما يمكن البنك المركزي والقطاع المصرفي من الوفاء بالتزامات الجمهورية اليمنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويسهل وصول القطاع المصرفي اليمني إلى النظام المالي العالمي اطلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز على سير أعمال اللجان أو اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة المشكلة بموجب إعلان نقل السلطة وسمع رئيس هيئة الأركان خلال زيارته لمقار اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن من رئيس اللجنة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر ونائبه اللواء الركن طاهر العقيل وعدد من أعضاء اللجنة إلى ملخص حول طبيعة الخطط والمقترحات المتعلقة بهيكلة وتنظيم القوات المسلحة والأمن وما أنجزته اللجنة في إطار المهام الكبيرة الموكلة إليها وأثنى الفريق بن عزيز على جهود اللجنة في هذه الظروف وعملها الحثيث على تجاوز التحديات مؤكدا التزام وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بتقديم كامل الدعم لتسهيل عمل اللجنة والإسهام في إنجاح مهامها وشدد رئيس الأركان على أهمية تفعيل خطط التنسيق بين مختلف قطاعات وصنوف القوات المسلحة والأمن وتنظيم التعاون بينها بما يحقق تحسين الأداء القتالي والتدريبي وتركيز المجهودات نحو المعركة الأساسية مؤكدا أن هدف استعادة اليمن ودولته لا يمكن تحقيقه إلا بتوحيد جبهة الرصاصة والكلمة وأن تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة مرتكز على إنهاء التمرد الحوثي ودعم القوات اليمنية بما يحقق رفع جاهزيتها لأداء واجباتها الدستورية والمشاركة الفعالة في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي وأمن الملاحة وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمية تابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في اليمن بتكلفة إجمالية تبلغ 25 مليون دولار أمريكي وقع الاتفاقية على هامش أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد في مدينة جدة مستشار أول في مركز الملك سلمان للإغاثة للأبحاث الطبية والإنسانية دكتور زياد ميمش ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والمدير التنفيذي للعمليات كاريل سكاو بحضور المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيع ووفقا للمركز سيجري بموجب الاتفاقية تقديم مساعدات غذائية من خلال توزيع 13,798 طن من المواد الغذائية الأساسية ودعم أنشطة القدرة على الصمود من خلال تحويل مبالغ مشروطة للمشاركين من الأسر الأكثر حاجة في إنشاء أصول وإعادة تأهيل أصول أخرى لدعم سلسلة القيمة الغذائية خلال ست دورات وتتضمن إصلاح الأراضي الزراعية وبناء المصدات المائية وتزويد الصيادين بالمعدات اللازمة يستفيد منها حوالي 546 ألفا و364 فردا بشكل مباشر وحوالي 57 ألف و313 فردا بشكل غير مباشر في محافظات الحديد والضالع ومأرب والبيضاء وحضر موت والمهر والسقطرة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية والدولة في اليمن تسعى الطهران إلى تدعيم الترسان العسكرية لهذه الميليشيا الإرهابية واستخدامها في السياق أنجدتها أجندتها في زعزعة أمن والسكرار المنطقة وطرق الملاحة الدولية حيث تنشط العصابات الحوثية الإيرانية في تهريب الأسلحة إلى اليمن بحرا وبرا وجوا بهدف إطالة أمد الحرب فيها خدمة لمشروعها الطائفي المزيد من التفاصيل في سياق التكرير التالي لم تكن الثورة الإيرانية حدثا داخليا في إيران بل حملت طابعا أيدلوجيا توسعيا ألقى بظله على المنطقة في سياق ما تسميه بالمجال الحيوي لفارس الشيعية حيث سطر الخميني ورفاقه من بعده طريقا جديدا لأتباع المذهب الشيعي في الداخل والخارج كبوصلة سير تجاه تنفيذ الاستراتيجية الإيرانية العليا باستخدام أدوات مختلفة وأساليب متنوعة وللمضي قدما في الطريق الجديد نحو تنفيذ المشروع التوسعي الإيراني مضى نظام الملالي نحو استحداث أذرع عسكرية جديدة مؤدلجة في الدول المستادفة ضمن المجالات الحيوية لإيران يكون لها اليد الطولة والقول الفصل في تنفيذ الأجندة الإيرانية التوسعية في هذه الدول في إطار مرحلة عسكرة التشيع فيها في اليمن ومنذ اليوم الأول للتمرد الحوثي ضد الدولة في العام 2004 كانت الطلقة الأولى إيرانية الصنع وحتى اليوم ما تزال إيران تكثف من تسليحها للميليشيات الحوثية الإرهابية لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة من خلال إمدادها بأسلحة لم تعد فقط تقليدية كما كانت في الماضي بل شملت أسلحة استراتيجية حديثة ويتهم فريق الخبراء الدوليون التابعون لمجلس الأمن الدولي ميليشيات الحوثي بالاستمرار في تهريب الأسلحة الإيرانية عبر وسائل متعددة محملا في تقرير هذه الميليشيات وإيران مسؤولية الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية المزرية في اليمن وفقا للتقارير الدولية تعد إيران كلمة السر فيما وصل إليه اليمن من حالة يرثلها بعد أن وسعت إيران فيها الحرب بكافة الوسائل بدءا من تهريب الأسلحة التي يستخدم الحوثيون ضد الشعب اليمنى الأعزل أصولا إلى تدريب المقاتلين على أيدي خبراء عسكريين إيرانيين يتم تهريبهم لليمن وتشير التقارير إلى أن عدد سفن التهريب الإيرانية للأسلحة التي اعترضتها الولايات المتحدة فقط بلغ قرابة عشرين سفينة في الفترة من 2015 وحتى 2024 وتؤكد التقارير أنه ما يزال المتمردون الحوثيون يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران وفقا ما أكدته تقارير حديثة للأمم المتحدة يتم استعراضها عسكريا دوما من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية استعراضات تحمل رسائلها دلالات مبطنة لترهيب من تراهم أعدائها في المنطقة وبعد أن أصبحت هذه الميليشيات تمارس دورها كأحد أذرع الأخطبوط الإيراني في تحقيق هدفي الأعلى وهو تشكيل تهديد حقيقي على مضيق باب المندب للتحكم في حركة الملاحة البحرية الدولية أصبحت أيضا تشكل تهديدا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين يستوجب تدخلا دوليا غير ما نراه وذلك من خلال موقف حقيقي داعم للحكومة اليمنية بفرض سيطرتها على كامل التراب اليمني وتحرير ميناء الحديدة الهام وتعزيز جهودها في استعادة مؤسسات الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي القائم منذ عشرة أعوام أفادت مصادر مطلعة أن أكاديميين يتبعون ميليشيا الحوث الإرهابية قاموا بإلزام طلاب في جامعة صنعاء على إجراء بحوث تتناول تجريم موظفي المنظمات المختطفين لدى الميليشيا الإنقلابية وقالت المصادر أن أستهد ما يسمى بمادة الصراع مع العدو الإسرائيلي في كلية الإعلام جامعة صنعاء ألزم الطلاب على إجراء بحوث عن الاعترافات الملفقة لموظفي المنظمات الأممية والدولية المختطفين لدى الميليشيا وأوضحت المصادر أن الأكاديمي الحوثي كلف الطلاب بتفريغ هذه الاعترافات التي بثتها وسائل إعلام حوثية كشرط لحصولهم على عشر درجات في الجانب البحثي وأضفت أن أستاذ المادة المستحدثة من قبل الحوثيين في جامعة صنعاء يريد من الطلاب تبرر الاتهامات التي واجهتها الميليشيا لموظفي المنظمات بأنهم جواسيس لصالح أمريكا وإسرائيل يأتي ذلك في سياق استغلال ميليشيا الحوثي المصنفة على وقاوائم الإرهاب الأمريكية لتسييس التعليم الجامعي في خدمها أو خدمة للمشروع الطائفي نجحت فرق الهندسة تابعة للمركز الوطني للألغام مسام في نزع خمسة ألغام مضادة للدبابات زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مراعي الأغنام بوادي سيلع بمديرية حيث جنوب محافظة الحديدة وأوضح مصدر مسؤول في المركز الوطني للألغام مسام أن فرق الهندسة الميدانية تابعة للمركز تمكنت خلال الأيام الماضية من اكتشاف وتفكيك هذه الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل عشوائي في المراعي ما يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين وخاصة الرعاة وأغنامهم وأشار المصدر إلى أن هذه الألغام من النوع المضاد للدبابات وهي شريدة الانفجار وقادرة على تدمير الآليات الثقيلة مؤكدا أن زراعتها في المراعي تعد جريمة أو جريمة حرب تسهرف المدنيين الأبرياء ودع المصدر المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيا الحوثية الإرهابية للكشف عن خرائط الألغام التي زرعتها في مختلف المحافظات اليمنية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ سابع من أكتوبر عشرين ثلاثة وعشرين ميلادية إلى حوالي اثنين وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرين شهيد وحوالي مئة وثمانية وثلاثة وثلاثين مصاب أغلبيتهم من الأطفال والنساء في حل تزال أو لا يزال ألاف الضحايا تحت الأنقاض وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر طبية بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال ساعات الثمانية والأربعين الماضية سبع مجازر بحق العائلات في القطاع ووصل منها إلى المستشفيات حوالي سبعة وسبعين شهيدا وحوالي مئتين وتسعة وثمانين مصاب اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الكوادر الطبية من الرجال في مستشفى كمال عدوان شمال قطع غزة إضافة إلى عدد من الجرح والمرضى وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الاحتلال احتجز النساء في إحدى الغرف داخل المستشفى دون ماء أو طعام مناشدة المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لحماية المرضى والكوادر الطبية العاملة فيه وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن استشهاد رضي عين داخل قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان بعد توقف مولداته وسهداف محطة الاكسوجين من قبل قوات الاحتلال أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن أسماء المنشآت المعتمدة لتفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج 1446 هجرية كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء الفريضة من اليوم الثالث والعشرين من ربيع الثاني 1446 هجرية الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عشرين أربعة وعشرين ميلادية وحتى الرابع والعشرين من جماد الآخر ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجرية الموافق الثاني عشر من ديسمبر عشرين أربعة وعشرين ميلادية وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل المبكرة لهذا العام تأتي بالتزام مع سعدادات وزارة الحج والعمر السعودية لإعلان باقات برامج الحج ومنح بعثات مكاتب شؤون حجاج الدول المبادرة لحجز الباقات امتيازات خاصة في المشاعر المقدسة وأشرت الوزارة إلى أن عملية التسجيل ستتم وفق ضوابط وشروط محددة تضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتشمل هذه الضوابط التقيود بقائمة الأسعار والتكاليف المطلوبة وبرامج التوفيج ووسائل السفر والتي سيتم الإعلان عنها فور موافاة الجهات المتعاهدة بتقديم الخدمات في المملكة العربية السعودية وستكون واضحة ومعروضة في مقرات المنشآت المعتمدة ودعت الوزارة جميع الراغبين في أداء فريضة الحج إلى التواصل مع المنشآت المعتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة ودفع مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي مبدئيا لحجز المقعد حتى يتم الإعلان بالتكاليف كاملة وأكدة حرصها على توفير كافة التسجيلات للحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم مجددة تحذيرها من التعامل مع السماسرة والمنشآت غير المعتمدة أقمت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا بالتعاون مع منظمة رسل السلام ندوة خاصة احتفاء بمرور 68 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليمن والصين تحت شعار اليمن والصين 68 عاما من العلاقات المثمرة وفي الندوة رحب السفير الصيني لدى بلادنا شاوشينغ بالحاضرين موضحا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكدا أن الصين ملتزمة بدعم اليمن في مختلف المجالات وأنها تتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة من أجل تحقيق التنمية والسلام واستعرضت الندوة في الورقة الأولى التي قدمها الدكتور إبراهيم شامي رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بهيئة التشاور والمصالحة مسيرة العلاقات اليمنية الصينية منذ بدايتها حيث شهدت تطورات مستمرة وتعاون متناميا في مجالات متعددة بما في ذلك الاقتصاد والبنية التحتية والتعليم والثقافة كما نقشت الورقة الثانية التي قدمها الخبير الاقتصادي فارس النجار حجم الخسارة الاقتصادية التي لحقت باليمن واليمنيين جراء الحرب التي أشعلتها الميليشة الحوثية ضد اليمنيين وأهمية التدخلات العاجلة خاصة في ظل تحديات الراهنة التي تواجه المنطقة من جانبه تحدث نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام في ورقته الثالثة عن الدور المأمول للصين في اليمن من أجل السلام والتنمية من جانبه عبر المدير التنفيذي لمنظمة رسل السلام عن اعتزازه أو بالشراكة مع السفارة الصينية في هذا الحدث مشيرا إلى أن العلاقة بين اليمن والصين تعد مثالا يحتذا به في التفاهم والتعاون الدولي كما أشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه الصين في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في اليمن مؤكدا على أهمية هذه الشراكة في بناء مستقبل مشرق للشعبين واختتمت الندوى بجلسة نقاش تفاعلية حول سبل تعزيز العلاقات اليمنية الصينية وتوسيع آفاق التعاون حيث عبر المشاركون عن أملهم في أن تستمر هذه العلاقات في الإزدهار بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين حضر الندوى اللواء عبد الكريم السنيني محافظ محافظة حجة واللواء عبد الوهاب الوائلي محافظ محافظة إب ومحمد جزيلان وكيل وزارة الزراعة ومانع المطري وكيل مساعد وزارة الشباب والرياضة وناصر دعقين وكيل محافظة حجة وعبد الله النعماني عذو مجلس النواب الأمين العام لحزب التضامن الوطني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية الآن إلى حالة التقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ختم النشر مشاهدين العزاء ولمن فتتوا التفاصيل عودة للتذكير بأبرز وأهم العنوين رئيس مجلس النواب يبحث مع السفيرة الفرنسية تطورات الأوضاع على الساحتين الوطنية والإقليمية مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية لليمن بقيمة 25 مليون دولار ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 42 ألفا وتسعمائة واربعة وعشرين شهيدا أغلبهم من الأطفال بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الأخبار الرئيسية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية أزكا تحية من طاقم العمل للمزيد زرون على مواقع التواصل الاجتماعي أنتم ونحن في رعاية الله اشتركوا في القناة